وزارة الخارجية واللي النهاردة وزير الخارجية سامح شكري شارك فيه منتدى مهم جدا هو منتدى إقليمي هو يعتبر النسخة السادسة لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط هذا المنتدى بيعتبر واحد من التجمعات اللي بتشمل عدد من دول حوض البحر المتوسط واللي يتم فيها منقشة عدد من القضايا والملفات المهمة اللي بتجمع الدول اللي موجودة في حوض البحر المتوسط وعلشان كده اسمه طبعا المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط النهاردة كان منعقد فيه برشلونة وزير الخارجية سامح شكري ألقى كلمة مهمة جدا في هذا المنتدى المحاور الرئيسية لكلمة الوزير سامح شكري كانت عن أهمية الارتباط والاتحاد والتكامل ما بين دول الاتحاد أو ما بين دول حوض البحر المتوسط من خلال تفعيل مبادرات عدة ومن خلال أنشطة وفعاليات مختلفة بتجمع هذه الدول وبالتالي بيعد أو بيعتبر فيه فرصة لتجميع القوة ومحاولة شحز الهمم علشان خاطر مواجهة أي عقبات أو تحديات تكون بتواجه هذه الدول الوزير سامح شكري أيضا شدد على الاهتمام بتشجيع الاستثمارات المتبدلة ما بين دول حوض البحر المتوسط وخلق فرص عمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط تحديدا خاصة أنه حسب كلمة الوزير سامح شكري أنه كل هذه الأمور تساعد بشكل كبير جدا على مواجهة عدد من الظواهر اللي أصبحت منتشرة في السنوات الماضية في حوض البحر المتوسط وتحديدا في دول الجنوب زي الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وغيره فهو كان في كلمته واضح جدا وصريح أنه بيؤكد على أهمية تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل وتشغيل لمواجهة البطالة وبالتالي مواجهة الهجرة الغير الشرعية وأيضا مواجهة التطرف والإرهاب الفكري بكل الطرق الممكنة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة فيما يخص منطقة حوض البحر المتوسط